24 ساعة في السياسة التركية تبدو فترة طويلة في ظل التسارعات الكبيرة التي يفرضها اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر تنظيمها في حزيران 2023 انتخابات يعتبرها المتنافسان نقطة تحول كبيرة ستحدد بقاء الحكم رئاسيا كما يريده أردغان أو عودته برلمانيا كما ترغب المعارضة ورغم عدم بدء الحملة الانتخابية رسميا بدأ الطرفان الحملة مبكرا حيث قدم حزب العدالة تطمينات للأتراك بأن التركيا لن تعاني من مشكلة في تأمين موارد الطاقة وأنه سيسعى لتخفيض أسعار الغاز وخفض نسبة التضخم تزامنا مع عدة زيادات ناجراها على الرواتب وأعلانه أكبر مشروع للإسكان الاجتماعي في تاريخ الجمهورية من جهتها تعول الطاولة السداسية للمعارضة على نكاسات الأزمة الاقتصادية وأزمة اللاجئين لكنها في الوقت نفسه لم تتفق على مرشحها للرئاسة ما يطرح أسئلة مشروعة عن متانة هذا التحالف في مقابل أردغان صاحب الحظوظ الكبيرة للفوز وفق الاستطلاعات الأخيرة خاصة مع نجاحه في تصفير الأزمات الخارجية ويبقى الجزء الأساسي من الجدل الدائر حاليا يتركز حول الموعد الجديد المقترح للانتخابات إذ يبدو أن كل من الحكومة والمعارضة تحب ذن مواعيد خاصة تبقى لما تراه الأفضل لقواعدها في التصويت لكن أردغان أعلن مفاجأة أخرى لمنافسيه بإمكانية تقديم الانتخابات عن موعدها فبينما تريدها المعارضة في السادس من نيسان القادم يتوقع مراقبون أن تكون في أيار المقبل حيث يراهن حزب العدالة والتنمية على مرور عام على قانون الانتخابات والتطبيقه في الانتخابات المرتقبة لينهي أيضا الجدل على مشروعية ترشح أردغان للرئاسة والذي يقول حزب العدالة والتنمية إنه مفتعل ما يزيد حدة المنافسة في الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة التي سيحدد الناخب التركي فيها فقط من يحكم الجمهورية في قرنها الثاني ترجمة نانسي قنقر